من العاصمة الأمريكية واشنطن ينضم إلينا رامي جبر مراسلنا من هناك رامي ما الذي يدور في مخيلة كلا الطرفين النيتو والولايات المتحدة هل فقط الشاغل الأساسي هو ما يجري في أوكرانيا ولا هناك ترتيبات يتعين النظر إليها فيما يخص الشراكة بينهم بالفعل أحمد هناك أكثر من قضية تخص الولايات المتحدة والنيتو تم مناقشتها في هذا اللقاء أولا سيطرت قضية أوكرانيا بالتأكيد قضية دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا وكذلك دعم الأمن الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب وهي لا تزال مرحلة لاحقة لأنه لا أحد يعلم حتى الآن متى ينتهي أمد هذه الحرب القضية الأخرى وربما التي كانت مهمة في هذا اللقاء هي قضية تماسك حلف النيتو هذا الحلف الذي راهنت روسيا على تفككه في بداية الحرب الروسية الأوكرانية ولكنه يبدو أنه يزداد قوة ويزداد تماسكا هناك الآن مناورات تجري في ألمانيا ربما هي أكبر مناورات جوية يجريها الحلف تحت عنوان Air Defender 23 تشارك فيها الولايات المتحدة مشاركة قوية بتقريبا نصف عدد الطائرات وبعدد كبير أيضا من الجنود هذه أيضا قضية تماسك الحلف الآن الذي أصبح كما وصف بايدن أقوى من أي وقت مضى القضية الثالثة ربما والتي لا يلتفت إليها كثيرا ولكنها كانت مهمة في هذه المحادثات هي قضية اختيار من يخلف يانس سلطنبرغ الذي تنتهي ولايته كأمين عام لحلف النيتو بنهاية هذا العام من المعروف أن المرشح لتولي منصب أمين عام حلف النيتو يجب أن يكون أوروبيا هذا هو الاتفاق ما بين الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين أن يكون المرشح أوروبيا ولكن يجب أن يكون بدعم وتزكية وموافقة من الولايات المتحدة حتى الآن ليس هناك أي قائمة بالأسماء المطروحة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير تحدثت بالأمس وقالت أنه ليس هناك أسماء مرشعة حتى الآن أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن ولكنه في النهاية يتعين عليه أن يرشح شخصا أو يدعم ترشيح شخص ما على أن يكون هذا الشخص أوروبيا ليخلف سلطنبرغ سلطنبرغ من ناحيته أيضا قال أنه لا يركز كثيرا على هذا الأمر وإنما تركيزه ينصب فقط على قيادة الحلف في الأشهر القليلة المتبقية في ولاياته والحفاظ على تماسك الحلف في وجه التحديات الحالية وعلى رأسها طبعا التحدي الروسي وتحدي الحرب الروسية الأوكرانية كانت واحدة من بين القضايا الأساسية التي تشغل بالي الولايات المتحدة منذ حقبة أوباما وليس فقط في حقبة ترامب وكذلك الناتو هو التزام الدول الأعضاء في الحلف بميزانية للإنفاق الدفاعي تصل أو يتعين أن تصل إلى 2% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة هل بدأ وكأن هناك اتفاقا على أن الدول ستذهب تباعا إلى تنفيذ هذا الالتزام ولا الضغط الاقتصادي الذي تعانيه بعض هذه الدول يحول دون أن تفي بهذا الالتزام رابع أعتقد أن هذا الموضوع الآن تراجع قليلا في أولويات الحلف أو في أولويات الولايات المتحدة خاصة مع وجود إدارة ديمقراطية مثل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تعلي كثيرا من شأن الحلف وتعلي مصلحة الحلف على مصالح الدول الأعضاء حتى بما فيها الولايات المتحدة مسألة التمويل ربما أثيرت بشكل كبير في حقبة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي انتقد دول الناتو كثيرا وقال أن الولايات المتحدة هي التي تنفق على هذا الحلف بينما تقف بعض الدول الأخرى فقط لحضور الاجتماعات ولا تنفق أي من النتجها القومي مثلما تفعل الولايات المتحدة هذا الموضوع لا يزال مطروحا بالفعل على طاولة المحادثات ما بين أعضاء الحلف ولكن لا يعلو فوق الأمور الأخرى التي تحدثنا عنها مثل تماسك الحلف أو دعم أوكرانيا أو الخطر الروسي هذه الأمور هي التي تحظى الآن بمقدمة المحادثات ما بين دول الحلف أو ما بين الولايات المتحدة من جانب والدول الأوروبية المشاركة في الحلف من جانب آخر ولكن على أي حال الدول الأوروبية الآن وبحسب ما يقول المسؤولون الأمريكيون هم مضطرون للتعاون أكثر ولزيادة إنفاقهم الدفاعي في حلف الناتو نظرا لأن الحلف يتعرض للخطر أوروبا تتعرض للخطر بحسب وجهة النظر الأمريكية من الجانب الروسي ولذلك هم مجبرون الآن أكثر من أي وقت مضى على أن يشاركوا بتمويل أكبر في حلف الناتو مما كان عليه في السنوات السابقة منذ تصريح الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو عن أن الحلف في حالة موت سريري في حقبة دونالد ترامب قال كثيرون أن الصراع في أوكرانيا مثل تقريبا قبلة الحياة أو طوق النجاة لإعادة انتشال الحلف من جديد وضخ الدماء في شرايينه هل لا يزال الحلف بنفس درجة التماسك التي كان عليها في العام المنقضي عندما أعلنت روسيا شنما تسميها عملية عسكرية خاصة أولا هناك نظر مختلف بحكم أن هناك طبقة سياسية جديدة تولت زمام الأمور في دول أعضاء في الحلف هذا في الحقيقة سؤال كبير جدا دعنا أولا نتحدث من جانب الولايات المتحدة الولايات المتحدة عمدت منذ العام الماضي على تقوية هذا الحلف وربما أعلت من مصلحة الحلف على كل المصالح الضيقة الأخرى والخلافات الخاصة بالتمويل وما إلى ذلك وجعلت مصلحة الحلف ودعم الحلف يتصدر بالفعل الحلف الآن ربما يبدو أكثر تماسكا من العام الماضي في العام الماضي تقدمت روسيا شيئا فشيئا واحتلت الكثير من الأراضي الأوكرانية دون أن يحرك الحلف ساكنا ولكن ها هو الحلف الآن يتحرك يبث برسائل كثيرة يجري اجتماعات هناك اجتماع جديد في يوليو القادم سيكون في لتوانيا هذا الاجتماع قال عنه بايدن أنه بهدف التمسك أكثر وزيادة تماسك الحلف وأعضاء الحلف أيضا هناك أيضا مسألة أخرى أكد عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو الاهتمام والتأكيد على المادة الخامسة من دستور أو قانون حلف الناتو والتي تنص على أن كل الدول الأعضاء في الحلف مسؤولون عن الدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف كل ذلك يؤكد على تماسك الحلف بالفعل ولكن هناك داخل حلف الناتو أيضا هناك بعض الدول التي ترفض المنحة الذي يتوجه فيه الحلف الآن وهو أن يكون في مواجهة مباشرة مع روسيا مثل المجر على سبيل المثال والتي أبدى رئيس وزرائها أكثر من مرة اعتراضا على سياسات حلف الناتو وقال إن الولايات المتحدة تأخذ الدول الأوروبية إلى حرب لا أحد يعلم مداها وإلى مواجهة مع روسيا ونحن لا نريد مواجهة روسيا هناك في الحقيقة بعض الأصوات أيضا في إيطاليا ربما ليست هي الآن في السلطة ولكن ربما تأتي إلى السلطة يوما ما في إيطاليا هذه الأصوات تتحدث عن أن الحلف أيضا تجره الولايات المتحدة هي التي تقوده وهي التي تحركه وربما تحركه في اتجاه لا يحمد عقباه في مواجهة ما بين أوروبا وروسيا وهي مواجهة ليس لأوروبا لا قبل لها بها كل هذه الاعتراضات أيضا هي جزء من الصورة العامة لحالة الحلف الآن حلف الناتو ولكن الصورة الكبيرة إذا نظرنا من بعيد سنجد أن الحلف يبدو في الحقيقة أكثر تماسكا كثيرا من سنوات مضت عندما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السلطة وقال عنه بالفعل قال ماكرون الرئيس الفرنسي قال عن الحلف أنه يموت موتا سريا وذلك نظرا لأن الدعم الأمريكي في ذلك الوقت كان غائبا الحلف في الحقيقة وهذه حقيقة لا تقبل الجدل الحلف يستمد قوته من الولايات المتحدة بشكل كبير إذا غابت الولايات المتحدة عن الحلف ضعف هذا الحلف كثيرا وأصبح مجرد منظمة شكلية وأيضا الولايات المتحدة الآن تحاول أن تتقوى بهذا الحلف وتكون كرتلة غربية كبيرة تستطيع الوقوف والصمود في وجه روسيا رامي جبر مرسلنا على الهواء مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن أشكرك شكرا جزيلا